ما كانت الأمور في منطقة المساكن الشعبية في صور توحي صباحا بأن دماء ستسقط على أسفلتها فالأهالي يؤكدون أنهم وفور تبلرهم دخول القوى الأمنية والجيش لقمع مخالفات البناء على الأملاك العامة انصعوا للأوامر وبدأوا في بادرة حسنينية بإزالة الأخشاب إلا أنهم فوجئوا بحسب روايتهم بإطلاق نار في الهواء تحول إلى إطلاق نار مباشر أدى إلى مقتل كل من وسام الطويل وعلي ناصر إضافة إلى سقوط عدد من الجرحة اندلعت مواجهات بين الأهالي من جهة وقوى الأمن والجيش من جهة ثانية فكانت ضفة للرصاص والضفة الثانية للحجارة وتطور الأمر إلى حد أحراق سيارتين تابعتين لقوى الأمن الداخلي من قبل الأهالي الغاضبين والذين عمدوا إلى قطع الطريق بالإطارات المشتعلة كما سجل انسحاب كامل للجيش ومللاته وقوى الأمن وآلياتها في هذه الأثناء كان الأهالي يندبون أبناءهم في المستشفى اللبناني الإيطالي في السور مع العلم بأن إصابات القتلين تركزت في الأجزاء العلوية من الجسد ليست أزمة البناء العشوائي حديثة العهد وقد سجلت سابقا إشكالات بين القوى الأمنية والسكان على خلفيتها لكنها لن تتطور يوما إلى درجة سقوط قتلى وصلوا قوى الأمن وطلبوا إزالة المخالفة طلوا على السطح أن نالوا للشباب اللي بدوا نياه يعملوه وهلأ بتصوروا دعم الخشب موجود قام حوالي نصه كانوا الشباب عم بشيلوا هيدا الدعم بالرغم من هكتعرضوا الشغيل للضرب واتخذ بطاقاتهم ونحنا عم نقيم الدعم ما سمعنا إلا ساطر صاص اشتغل وصاروا يصالخوا جارنا استشهد والصريخ قام وصارت معمع كتير كبيرة الشاب محبوب من كل الناس كل الناس بتحبه إيجا شوفش سيري استشهد علي ناصر نزل ليشيله استشهد وراء منه دغري هو هو عم بشيله هو عم بشيله استشهد ليش هيك نحنا مع الدولة نحنا رصاص لطلع هذا رصاص لطلع من الجيش اللبناني نحنا منحب الجيش اللبناني وخدمنا عسكر ومحنا مع الجيش اللبناني مش ضد بس في العسكر بين العسكري شي ما تصوص ما منعرف ليس بيت القتيل بسام الطويل مخالفا لذا يشعر والده بظلم مضاعف حبيبتي ابني بن 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 اشتركوا في القناة لاحقا صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان عددا كبيرا من شبان المنطقة تجمهر لاعاقة مهمة قوى الامن والجيش ورشقوهم بالحجارة ويتابع البيان ان القوى تعرضت لاطلاق نار من داخل شوارع منطقة المساكن ما اضطر عناصرها الى اطلاق النار في الهواء ترهيبا بغية رد المحتجين ومنعهم من الوصول الى العناصر كما جرى تأليف لجنة تحقيق مشتركة من الجيش وقوى الامن باشراف القضاء العسكري لجلاء الحقيقة وتحديد المسئوليات هذا بعد عقد اجتماع طارئ في سكنة صور العسكرية في حضور عمداء في الجيش وقياديين من حركة امل وحزب الله ثمن السكن المخالف صار سكنا في الاخرة في بلد لا يسأل فيه المسئول عن شرعية الامتار التي يقتنها بل يساءل المواطن الفقير عن بضع سنتيمترات تؤويه واذا كانت المخالفة ذنبا فهي لا تعالج بذنب اكبر منه والتعدي لا يحل بالاعتداء من منطقة المساكن الشعبية في سور كريستين حبيب